قال عضو مجلس النواب العراقي محمى خليل أن الحكومة الاتحادية لم تقم بواجباتها الدستورية والإنسانية تجاه مواطني شنقال كما أضاف خليل في تصريح خاص لزاكروز في أثناء مشاركته في مراسم الذكرى السنوية الثامنة لإبادة الكرد الإيزيدين إن الإبادة مستمرة ضد الإيزيدين وأن عدم أعطاء حقوق الناجين تقصير متعمد من الحكومتين الاتحادية والمحلية في نينو هذا الثمان سنوات على إبادة الإيزيدين وكارثة وفاجعة الصنجار والجينوسايد الصنجار والحكومة العراقية لم يقوم بواجباتها الدستورية والقانونية والإنسانية باتجاه أهالي في الصنجار لا زال الوضع مأساوي والجينوسايد مستمر ولا زالت وجود مجامية خارجة عن القانون مثل بالحزب العمال ومريدي عدم تدبيق اتفاقية الصنجار ولدت بيئة طاردة لعدم عودة النازحين عدم فتح المقابر الجماعية أخرت الاعتراف العالمي بجينوسايد اليزيدين عدم إعطاء حقوق الناجيات والناجين تقسير متعمد من الحكومة العراقية تقسير متعمد من الحكومة المحلية في نينوى وتطاولها على حقوق الصنجار وكي إنما الصنجار ليس جزء من محافظة نينوى وتطاولها وهناك شبهات الفساد على الأموال المخصصة للصنجار كل هذه العوامل غائبة عن أضهان الحكومة على رغم مطالباتنا ومناشداتنا ولا حياة اليمنانات